سمعنا كلام من نجوم النادي الأهلي خلال الأيام اللي فاتت وعرفنا ازاي بيفكر كل واحد منهم وازاي بيطالب الجماهير وازاي عنده ثقة في مسندة ودعم جماهير الأهلي لي لكن كيف يفكر الأشقاء في الترجي ياسين مرياح نجم الدفاع الترجوي نسمع كلامه أكيد بشكون مباراة صعبة بين أحسن زوز فريقين في فريقيا خاصة النادي الأهلي هذا خمس نهائي على التوالي إن شاء الله بش نعبطوا مراكزين مئة بالمئة ما زالوا تسعين دقيقة تفصل فريق من الفريقين على البطولة هذه إن شاء الله تكون من ناصبنا نحن حضرنا الماتش كما يلزم أكيد فريق الأهلي فريق كبير أمام جماهيره بشكون فهم شوية ضغط متراجي عنده من الخبرة الملعبية عنده من الخبرة وعنده من الثقافة بش تخرج من الماتش ويتالو من شاء الله أكيد في نهاي دوري أبطال الفريقي كما هك كما ينجم يكون الحضور ديما خمسين خمسين حتى قدام جمهورك يقعد ديما فهم خبرة متع ملعبية إن شاء الله كما قلت إن شاء الله يكون الحظ من ناصبنا نحن بش نعبطوا مركزين مئة بالمئة بش نلعبوا لعبنا إن شاء الله يا ربي تكون من ناصبنا نحن بش يكون ماتش سعيب لحقيقة ديفونسيما أكيد إن شاء الله نكونوا حظرين للماتش أرية مئة بالمئة أكيد نحن حظرنا البتي دي تايل كل ماتش مش بتعادة سهلة بش نحاولوا نمتصوا ضغط متع الفريق المنافس في العشرين دقيقة الأولى من بعد إن شاء الله بش نحاولوا نجريوا الماتش كومي الفو الإسبرانس عندهم بإذن الله من الإكسبرينس ومن الكنفينس على الملعبية يصرتوا معتها مش بصدفة خطت في نال تاراجي دونك إن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله تمشي معنا يعني هو تكرار لما سبق رصده من احترام للمنافس والحظوظ يروها خمسين خمسين ويعني احترام لتاريخ الأهلي ومكانته كل ده جميل جدا خلونا بقى نفكر في الماتش كماتش ونقول إن الناس دي جاية مش رامي الفوطة بس طيب الكلام المهم في كلام ياسين مرياح تأديره إنه لعبة الأهلي دول بيخوضوا خامس نهائة على التوالي الحكاية دي أتعاملة تأدير كبير عند الجهاز الفني اللي الترجي إنه دي لعبة عندها خبرة النهائي مش سهلة جدا أي فريق يلعب خمسة نهائي وراء بعض لأنه الكلام على التاريخ إن الأهلي عنده 11 لقب في البطولة هي عبر الأجيال كلها أو الترجي عنده أربع ألقاب دول مش بتوع الجيل الحالي لكن الجيل اللي في الملعب ده معظم أفراده بيلعبوا النهائي للمرة الخمسة فدي مسألة في السنوات الأخيرة عاملة تأدير حتى في جنوب أفريقيا يعني قد التصريحات للمدير الفني لسان داونز قال لك خبرة الأهلي كبيرة لأنه عامل رقم مدهش قال لك مفيش حد بيعمل الرقم ده إنه يلعب خمسة على التوالي في النهائي دي مسألة مش بسيطة خالص عشان كده يا سيم مرياح قال لك إحنا عارفين خبرات لعبة الأهلي في هذا الجيل في أرضية الملعب في النهائي وده اللي بيحمل طبعا الشنوى وزميله كلهم مسؤوليات كبيرة هكذا يراكم العالم كله مسؤوليتكم بقى انتوا جيل بين أقدامكم تكسير كل الأرقام السابقة إحنا بنعتز ونفخر بجيل أبو تريكا وبركاته والجمعة الجيل الزهب اللي عمل أرقام قياسية كبيرة في هذه البطولة لا فرصة أمام كل لعب الأهلي في الجيل الحالي يوم السابت إن شاء الله إنه هم بنفسهم اللي يكسروا أرقام الكبار أو اللي سبقوهم وفي ذلك فل يتنافس الأهلوية جميعا شوفنا ياسيم مرياح وتأديره لخبرات لعب النادي الأهلي في خوض النهائي زميله أسامة بو قرر نشوف باصص أيضا للمشهد الزي صحيح وضوض متساوية بين أقوى الزوز في رق في أفريقيا الزوز في رق يعرف بعضهم مليح يعرفوا نقاط قوة بعضهم نقاط ضعف بعضهم نتصور معنا ما تشبش يكون صعيب نهائي صعيب بالنسبة لنا كتراجي يعني مش تلعب نهائي كونتر فريق كبير لأهلي المصري خاصة على أرضه وعلى جمهوره نتصور بش يكون متش صعيب مش نتيجة إيجابية ومش نتيجة سلبية نحن نتعاملوا مع المباراة إن شاء الله كل دقيقة ودقيقة وإن شاء الله نفرح جمهورنا المتشاهد أكيد فما برشا عناصر خبرة في تراجي لذي تونسي معناها ما غير ما نبقى نسامي في الأسامي باش ما ننساش واحد من الجوارات عندهم خبرة كبيرة في الدورة أبطالة أفريقية كما الندي الأهلي هذا عليش يزوز في رقي قدروا بعضهم ويعرفوا بعضهم ممليح وبنسبة للجمهور جمهور ديما معنا ديما وينمشي ونلقاوه إن شاء الله نكون وقاد المستوي إن شاء الله ما نتصورش ندي الأهلي بش يقف على عالم علول ولا على غير عالم علول ندي كبير ما يقفش على حتى جور إن شاء الله ماتش يكون في مستوي الفريقي إن شاء الله